بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون يستمر الخطاب إلى بني إسرائيل يقول لهم الله تبارك وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل يعني لا تخلطوا الحق بالباطل اللبس بمعنى التعمية يعني لا تضعوا لباس الباطل على الحق فتقولوا للحق إنه باطل وبالعكس تلبسوا الباطل لباس الحق فيظهر للناس الباطل وكأنه حق ويظهر لهم الحق كأنه الباطل حيث كانوا يأخذون ببعض التوراة الذي هو في نفعهم ويتركوا بعضها الذي هو بضررهم ومنها ما يرتبط ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تكتموا الحق يعني لا تخفوا الحق الموجود في التوراة حيث ذكر التوراة أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وذكر بعض الأحكام فهؤلاء كانوا يخفون أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه الأحكام لأنها كانت تشكل خطرا على مصالحهم لذا قال الله تبارك وتعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون تدرون هذا عملكم باطل وأن الحق مع محمد صلى الله عليه وآله وتعلمون أن عملكم تلبيس الحق بالباطل وكتمان الحق وفي الحديث الشريف خاطب الله بها يعني بهذه الآية قوما من اليهود ألبسوا الحق بالباطل بأن زعموا أن محمد نبي وأن علي وصي ولكنهما يأتيان بعد وقتنا هذا بخمسمائة سنة فقال الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل بأن تقروا لمحمد وعلي من واجه وتجحدوهما من واجه بأن تكتموا الحق من نبوة محمد هذا وإمامة علي هذا وأنتم تعلمون أنكم تكتمونه وتكابرون علومكم وعقولكم ثم يذكر القرآن لهم أمورا ثلاثة وهي مهمة للوصول إلى الهداية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أولا وأقيموا الصلاة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فتكون سبب هدايتهم ثانيا وآتوا الزكاة فإن بإعطاء الزكاة الإنسان يتعود على الإبتعاد عن المصالح الدنيوية ويروض نفسه على ترك التعلق بالمال الزائل كما أمر به الإسلام وثالثا واركعوا مع الراكعين أي مع المسلمين الذين يركعونه لله تبارك وتعالى وفي الحديث الشريف أن هذه الآية واركعوا مع الراكعين نزلت في رسول الله وعلي بن أبي طالب وهما أول من صلى وركع طبعا هذا تأويل الآية ويمكن أن نستفيد من هذه العبارة قضية تربوية الجو العام يؤثر على الإنسان فلابد من صنع هذا الجو العام لتربية الأجيال في البيت وفي المجتمع ثم يقول الله تبارك وتعالى لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر هذا استفهام استنكاري وتوبيخي يوجه اللوم والتوبيخ عليهم لماذا تأمرون الناس بالأعمال الخيرية لماذا تأمرونهم بالإيمان والتقوى وتنسون أنفسكم النسيان كناية عن عدم العمل لأن النتيجة واحدة اللي ما يعمل واللي ينسى كلاهما لم يعمل فأنتم تأمرون الناس بالبر وكأنه نسيتم أنفسكم اليهود كانوا يجون يقرون التوراة ويحرضون الناس على أعمال الخير والبر ولكنهم يخالفون أحكام التوراة ولا يلتزمون بواجباتها بل يفعلون المحرمات فيرتشون ويفسدون ويكذبون فعلى المنابر كانوا يوجهون عامة الناس حسب توجهات التوراة ولكنهم لم يلتزموا بهذه التوجهات أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أنتم مجهال هذه جملة حالية يعني والحال أنكم تقرأون كتاب الله واللي يقرأ كتاب الله وهو عالم يلزم أن يكون أول العاملين به أفلا تعقلون أي ألا تعلمون أن ما تأتون به قبيح فكفوا عن هذه الأمور فمقتضى العقل أن يعملوا بتوجيهات كتابهم التوراة والذي يهديهم إلى الإسلام نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا عن الزلة والإنحراف وصلى الله على محمد وآله الطاهرين